تشهد أغلب المحافظات العراقية وفي مقدمتها العاصمة بغداد انتشارا كبيرا لظاهرة متاجر السلاح المرخصة وغير المرخصة ويتخذ بعض بائعي الأسلحة أسواقا خاصة بهم ويجري الترويج لهذه الأسلحة عبر التجار المتنفذين وحسابات يديرونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتلبية طلبات الأسلحة المتزايدة في ظل غياب القانون والدور الحكومي للحد منها كونها واحدة من أبرز الأسباب التي تنمي العنف وتغذي بشكل كبير النزاعات المسلحة الفوضى العارمة التي أحدثها الاحتلال والحكومات الخاوية من بعده أدت الانتقال ملايين الأسلحة إلى أيدي الميليشيات التي تستخدمها في القتل والسرقات وابتزاز المواطنين مما يشكل تهديدا لاستقرار البلاد واستقلق كبير في أوساط المدنيين من شيوع تجارة الأسلحة وما تسببه من خطورة على الأرواح والممتلكات وارتفاع معدلات الجريمة فيما قدرت القوات الأمريكية وزن الأسلحة غير المرخصة المنتشرة في الشارع العراقي بستمائة وخمسين ألف طن معظمها من المسدسات والرشاشات والمفارقة أن جميع أحزاب السلطة والأحزاب المتنفذة تدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة من دون أن تقدم هذه الأحزاب أي بادرة تعزز من دعواتها تلك خاصة وأن غالبية هذه الأحزاب لديها ميليشيات مدججة بالسلاح